السلام عليكم أعزائي الطلاب ومرحبا بكم في محاضرة بعنوان مواضع الضمير المستتر جوازا أو متى يكون الضمير مستترا جوازا قلنا في القاعدة العامة في محاضرة سابقة أن الضمير إذا دل على حضور فهو يجب أن يستتر وإذا دل على غائب فهو يجوز أن يظهر ويجوز أن يستتر تحدثنا عن المواضع الاستتاري وجوبا والآن نتحدث عن مواضع الاستتاري جوازا لها مواضع هي أو مواضع ضمير مستتر جوازا هو الذي يحل محله اسم ظاهر أو الضمير المنفصل هذا تعريف للضمير المستتر جوازا هو الضمير الذي يحل محله اسم ظاهر أو ضمير منفصل وما دل على غائب أو هو ما دل على إذا كان الضمير الفاعل دالا على غائب ومنها الموضع الاول الضمير المرفوع الدال على الغائب أو الغائبة الغائب كقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز هذا موضع الشاهد فقد فاز والقاعدة هنا الدمير هنا مستتر جوازا لماذا يا أستاذنا لأن الفاعل هنا دل على غائب فقد فاز أي هو أي هو ولو قلنا في غير القرآن فاز محمد الضمير صحيح الجملة صحيحة فاز محمد فاز خالد في غير القرآن فيجوز هنا أن يخلف هذا الدمير المستتر جوازا الدال على الغائب للمذكر أن يخلفه اسم ظاهر فهو أنه مستتر جوازا كذلك إذا كان الضمير دالا على غائبه كقول الله تعالى وقالت لأخته قصيه قالت أي هي وقالت لأخته قصيه هي أم موسى التي قالت أي قالت هي هي دال الضمير هنا دال على غائبه ولو قلنا قالت فاطمة المعنى صحيح يخلف هذا الضمير يخلف هذا الضمير المستتر يخلف اسم ظاهر فهو ضمير مستتر جوازا الموضع الثاني الذي يجوز فيه الضمير أن يستتر ويجوز أن يظهر بعد اسم الفعل الماضي فقط أما اسم الفعل المضارع وفعل الأمر فهو يستتر وجوبا بعد اسم الفعل الماضي نحو قولك هيهات أي بعد هو وورد في قول الله تعالى هيهات هيهات لما تعدون فالضمير هنا مستتر أي هناك شيء بعد شيء هو هو بعد وظهرت في شاعر أو في شعر عربي فصيح يحتج به كقول الشاعر فهيهات هيهات العقيق هيهات العقيق ومن به هيهات العقيق ظهر هنا الضمير فاعل يجوز المعذرة ظهر الفعل هنا وهو اسم ظاهر يبقى الموضع الأول الذي يجوز فيه أن يستتر الضمير إذا دل على غائب أو غائبة والموضع الثاني بعد اسم الفعل الأمر الموضع الثالث والأخير بعد الصفات المحضة الصفات نوع من المشتقات كاسم الفاعل مثلا في قول الله تعالى وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ هُوَ ماذا المصدق؟ الرسول هو تقديره هو يعود على من يعود على الرسول طيب أعطيك مثالا آخر أقول محمد قام محمد قام أو ليس قام نريدها أحد المشتقات محمد قائم محمد قائم قائم هذه من القائم؟ تقديره هو يعود على من؟ يعود على محمد اسم الفاعل هنا يعمل عمل الفاعل يحتاج فاعل وهو وما بعده يستم سد الخبر هذا ليس مجال تفصيله فهنا قائم أي هو الضمير يعد على محمد فالضمير هنا بعد اسم الفاعل مستتر جوازا طب هل يجوز أن يظهر؟ نعم لو أنك قلت محمد قائم أخوه أخوه هنا فاعل اسم الفاعل فاعل اسم الفاعل وهو اسم ظاهر أما هنا هو ضمير مستتر فيجوز أن يظهر أو يستتر الضمير الذي يقع فاعل بعد الصفات المحضة كاسم الفاعل وبذلك نكون انتهينا من الحديث عن استتار الضمير وجوبا واستتاره جوازا ومواضع كل منها فإلى لقاء آخر نكمل فيه الحديث عن الضمير والسلام عليكم ورحمة الله